السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر رحمة العبد من قناة دروسة عالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدقناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الثالث السنوي. هناخد النهاردة الجزء التاني من الليسون زوان انتوه في الوحدة التانية. اللي هو الجزء الخاص بالفوكابلار استاد. وهنحل عليها اسئلة ونقول السبب بتاع الحل. وكمان هنوضح لكم ونقول لكم على اسهل طريقة اللي التفرقها بين اللي هي المشتقات اللي معظمنا بيتلخبط ونبيعرفش حل السؤال بتاعها. تمام? نشوف بقى اول حاجة متلازمات لفظية. تمام? متلازمات لفظية معناها ان في كلمة بتيجي مع تعبير معين او مع كلمة معينة فبتدي معنا معين. عشان كده يقول لك متلازمات. يعني يحقق الريادة ويكون الاول في تحقيق انجاز. يدرس في مدرسة. طبعا معناها يتعطل. بس هنا بقى ما تيجي مع كلمة معنا بيقضي على الافكار النمطية والتحام. يلفت الانتباه ليه. يتحدى التحيز او الانحياز. يتمرد على الصور النمطية او الصورة النمطية. يؤدي عمل. يمارس نشاط. يكون بالبحث. يمارس رياضة. يولد كهرباء. يكون بانتاج الكهرباء يعني. have a difficulty يواجه مواقف صعبة. have an impact له اثر او تأثير. زي كلمة influence. العمود اللي عليمين بقولي هنا give the confidence يمنح الثقة. make a contribution to يساهم فيه. make a decision يكرر. make a speech يلقي خطبة. make history بيحقق مجد او تاريخ. make medical treatment يقوم بالعلاج الطبي. obtain a phd. a phd دي طبعا الاختصار ليه? ليه دكتور الفلسوفي. ليه يحصل على الدكتوراه. receive a big reaction بيحصل على مرضوط قوي. receive a scholarship يحصل على منحة دراسية. when an award يفوز بجائزة. نجي نحل بقى السئلة على الجزء الخاص ب label collocations او السؤال. my cousin not a stem school in العبور city. عايزو طبعا ان هنا ابن عمي زول هنا يعني التحق بي او حضر يعني اه لمدرسة تمام كده? فين في مدينة العبور? هتبقى طبعا ايه? يبقى يعني بيحضر في مدرسة العبور. number two. جيانا فاروق has medals in four different countries. هازولنا جيانا فاروق طبعا فازت بميداليات في اربع دول مختلفة. يبقى ايه هنا طبعا تبقى one لان دايما كلمة medal بتاخد ايه? one a medal يعني فازة بي. طبعا مكسوب قصاد السؤال الم لان دات اسللة لونجمان اللي هي السلسلة اللي امت بنشر الكتاب ده بتاعة التسانوي. number three. confidence helps بايونيرز فارستس. هازولك ان الثقة بتساعد طبعا الرواد ان هما ايه طبعا ان هما يحتلوا الريال زي ما قلنا يحتلوا من الرجز الاولى. يبقى ايه? يبقى achieve first. تمام يبقى لتربيه. number four. many women prejudice against women nowadays. عازولك ان طبعا في سيدة كتيرة بيتحدو الانحياز والتحزد ضد المرأة. يبقى ايه? يبقى defied. تمام? number five. fans are supposed to. فانز لهم المشجعون. لذلك المفترض ان هما ايه? their stars confidence not attack them. مفروض ان هما بيدهم للنجوم بتوحهم يعني ثقة وليس مهاجمتهم. تمام? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? give their stars confidence. يعطي نجومهم ايه? ثقة. number six. صلاح فقراء. يبقى ايه? طبعا بروض. لاني bring attention to. بيهاجل بالانتباه لي. number seven. I was the first in my town to the AUC. scholarship. ولانا كنت الاول في المدينة بتاعتي. طبعا اللي عملت ايه? طبعا ازولك ان انا يفوز يعني او خد اخدت يعني المنحة بتاعة AUC. طبعا يفوز يعني ايه? ليا وين. تمام? يبقى ايه? number eight. فريال اشرف. history in 2021. tokyo olympics. هذا طبعا فريال اشرف ده صنعة التاريخ في الامبياد توكيو 2021 يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ميد. تمام? يبقى لترضي. number nine. and or the impact rule models. عزولك اللي هي اللي هي? القدوة المؤثرة. on young people is great. الناس والقدوة تمام? اللي اعتروا مثلا اعلى. يبقى لهم تأثير كبير جدا على الشباب. او تأثيرهم على الشباب عظيم. يبقى ايه? طبعا هاف. تمام? يعني اصل جملة ايه? the role models. اللي هما ايه? الناس القدوة دول او اللي قلنا عليهم المثل الاعلى يعني. لديهم هاف امباكت او او great امباكت. اصل جملة بقى. دهم تأثير كبير على الشباب. number تبقى كلمة made letter b. number 11. the activities students at school help them improve their skills. الانشطة اللي الطلاب بيقوموا بيها. يبقى انت عاوز فعلي خاص بكلمة انشطة اللي هو ايه? طبعا دو. تمام? الانشطة اللي الطلاب بيقوموا بيها طبعا بتساعتهم في ايه? في تحسين مهاراتهم في المدرسة. تمام? نجي بعد كده ناخد synonyms المتراضفات. كلمة اول مراضفة فتاحة. اول حاجة طبعا كلمة confidence يعني ثقة. طبعا بتساوي trust او belief او reliance. طبعا السنonym او meaning بتاع الكلمة دي. defy يتحدى او يخالف او يعصي. بتساوي challenge. resist. disobey. prejudice. انحياز او تحامل او ظلم. بتساوي bias. partiality هنا. discrimination. دو كلهم يعنيهم منحياز وتحامل. win يفوز او الفوز نفسه. طبعا هنا جاي كاسم بتساوي triumph او victory. طيب الانتوني مزواء المتضادات. كلمة beat يهزم. طبعا عكسها lose to يخسر الى. confidence. الثقة. عكسها طبعا distrust او doubt هنا الbe silent doubt uncertainty. انعدام الثقة او الشك. defy كفعلي طبعا لو ماضي منه هاجيب اي اي دي. كفعلي يتحدى. طبعا هنا عكسها surrender او give up. طب defy بمعنى يخلف او يعصي. عكسها obey او follow. طب equality المساواة. طبعا هنا عكسها ايه? inequality او prejudice. ميل ذكر او ذكوري. عكسها في ميل انثى او نسائي. منتل عقلي او ذهني عكسها فيزيكال بدني او مكونا لها مادي. وين فوز عكسها طبعا loss خسار. تمام? نجي نحل لها سيلة بعد سنين ومالانتونيم بها مني تستطو. نمبر 1. equality between men and women المساواة بين الرجل والمرأة. at work. في العمل is important مهمة جدا. the antonym of equality. عكس او مضاد كلمة equality. in this utterance. في العبارة ديت. is a. طبعا equality عكسها. inequality تمام? بلتر. لتر بي. طبعا ناس كتير بيعتقدوا ان عكس اي كلمة بحطوها يؤن في الاول. عشان يقول الا inequality. مفيش حكس مع الا inequality. بل غلط. نمبر 2. you can't defy two armed men on your own. ما تقدرش تتحدى اتنين مسلحين. رجلين مسلحين يعني بنفسك. the word defy in this sentence can be replaced by. كلمة defy ممكن استبدلها باي? يعني the synonym and meaning بتاحها ايه? طبعا defy هتحدى او يقوم يبقى كلمة letter a. هتبقى resist. تمام. نمبر 3. sama beat me in chess. هزمتني في شطرنج. this means i not sama in chess. معنى كلام ده ان ايه? طبعا انا كده خسرت لسمة. يبقى ايه? i lost to some. لانه يفزت علي. تمام. نمبر 4. i have absolute confidence in what he says. انا عندي ثقة مطلقة في اللي هو بيقوله. the acronym of confidence here. عكس كلمة confidence لها الثقة. عكسها ايه? طبعا الثقة. عكسها الشك. يبقى ايه? لتربي. يبقى داوت. لانه ثلاثة التنمية معنهم ثقة. نمبر 5. your win has made my day. لكن الفوز بتاعك يعني اسعدني في يومي ده. the word win هنا. in this context gives an antonymous meaning. antonymous meaning يعني معنى مضاد. يعني كلمة وين عكسها ايه? طبعا وين يفوز يبقى عكسها. اوين الفوز بقى على فكرة. your win يعني الفوز بتاعك يبقى هنا تبقى loss. عشان لو خدتها بمعنى يفوز هتروح مختار loss يخسر. ببداية وين ده اسم. فعكسها loss خسارة برضو اسم. نيجي بقى الجزء اللي كلنا مستنيونه اللي هو الجزء الخاص. ومعظمنا بيشتكي منها. لاني بقول يا مصر بعرف معنى كلمات بس بطلخبط فيها. وحاجة بسيطة الناس اللي تابعيننا من زمان عارفيننا نقول ايه دلوقتي. لازم تكون تعرف تفرق بين اربع حاجات. انت استخدم الفعل انت استخدم الناون الاسم انت استخدم في الصفة وان تستخدم الزرف لو كان موجود. تمام? طيب نشوف الفعل. الفعل يا انت بستخدمه. الفعل اللي باستخدمه يا جماعة لو كنت ببدأ مثلا جملة امر بجيب فاولها فاعل مصدر. طيب لو عندي الجملة فيها فاعل في الاول. بجيب الفعل بعد الفعل والفعل طبعا بيتبع الفعل حسب الزمن. زي ما احنا عارفين. اضف له اس اي ان جي ابي دي اجيب تصريف تلات ايا كان الزمن. تمام? ده ما كان الفعل طيب الناون الاسم الاسم احنا عارفين قبل كده الاسم ممكن يجي قبل الفعل او بعد الفعل تمام ده ما كان ليه طب قبل الفعل هيبقى في محل فعل وبعد الفعل هيبقى في محل مفعول ممكن يجي في اماكن تانية في الجملة مش لازم من بعد الفعل على طول وفي الحالة دي ممكن تلاقي قبله ا او ان عشان يقول لك ده مفرد ولا جامع ولا كلام ده كله تمام ده بالنسبة للاسم طب في الصفة الصفة ممكن تيجي قبل الاسم عشان توصفه وممكن تيجي بعد اللي وقامه تمام? وممكن برضو لو كنت بكلم على الزرف بقى الزرف ده دائما غالبا بيبقى اخر الوال مش دايما غالبا اخر الوال تمام? طب الزرف بيجي فين? قالك بيجي بعد الفعل يبهينا الزرف يصف الفعل ويأتي بعده وممكن اجيب الزرف زيك مثلا كلمة اجيبها قبل الصفة عشان احدد مستوى الصفة يعني ايه? يعني لو مثلا عندي حاجة ساخنة جدا نقول ايه? it is extremely hot extremely زيك جي قبل الصفة عشان يحدد مقدار الصفة تمام? طيب نشوف كده الفعل عندي هنا award يمنح جائزة الاسم منه award جائزة او منحة طيب award الشخص الفائز بالجائزة طيب award winning فائز بجائزة contribute يساهم او يشارك فيه طبعا النوان منها contribution مساهمة او مشاركة طب لو الشخص نفسه بقى موض برضو يبقى اسم يبقى contributor مساهم او مشاركة طب الاعجك ده في الصفة مساهم او مشارك تمام? طيب inspire يلهم او يوحي النوان من الاسم منها inspiration الهم او واحد وطبعا الصفة inspiring ملهم inspired ملهم inspirational لو هتشجيعي او تحفيزي تمام? licature يحاضر او يعطي محاضرة طيب الاسم منها هتبقى licature محاضرة نفس الكلمة برضو او licature الشخص بس اللي هو بيحاضر اللي هو اساس جامعة طبعا هنا ما في الشيء صفة منها طيب كلمة physics الفيزياء او علم الطبيعة physicist عالم فيزياء طب physical ديات بدني او جسدي طب physical برضو لها معنى تاني حاجة مادية او مادي ملموس طبيعي فيزيائي تمام? prejudice يقلب او يحرض على او يؤثر سلبيا في او على طبعا هنا الاسم منها برضو prejudice طيب والصفة prejudiced او prejudical prejudiced يعني عنصري prejudical يعني ضار او مؤذي طب qualify تأهل او يتخرج الاسم منها qualification مؤهل دراسي او تأهل او تخرج او شهاد دراسي طب الصفة الاجكتف qualified حاصل على مؤهل تمام? نحل اسلة ونركز بقى احنا بنحل عشان نعرف ازاي نستخدم المشفقات بطريقة صحيحة تمام? اول حاجة عندي هنا بقول لي professor A كريم is expert A الاستاذ اللي هو البروفيسور ده كريم خبير في ايه? في expert A يبقى انا عاوز هنا انا عاوز الحاجة المجالة اللي هو خبير فيه يبقى هنا physics الفيزياء تمام? number two professor A كريم is an expert ما ليش المراضيات هو خبير طب هنا اخي expert هنا صفة تمام? اللي فات كانت اسم هنا بقى صفة لانه بقول يعني expert ايه هنا بقى? طبعا انا بكلم على واحد خبرة في الفيزياء يبقى ده عالم فيزيائي يبقى physicist تمام? number three professor A كريم studies the world around us طبعا عنده بيدرس العالم حوالينا خبير بقى بيدرس ايه خاص بالعالم? هو بيدرس العالم اللي هون اصلا بيدرس العالم المادي يبقى نعاوز صفة يبقى ايه? يبقى physical تمام? number four his criminal history يقول لك ايه تاريخه الاجرامي has his chance to get a job طبعا هنا بيقول اني تاريخه الاجرامي عايز لك انه اثر سلبيا على فرصة الحصول على العظيفة يبقى نعاوز هنا عاوز فعل خبير بقى لما يكون فيه has بجيب وراء تصرف ثالث يبقى ايه? prejudiced تمام? طبعا هتشقول لنا دي الصفة بقى لاني بكلمينها فيه has تصرف تالي. number five in the usa there is still some cultural against colored people يعني في امريكا ما زال هناك عايز لك تحييز ثقافي يعني ضد ايه ضد الناس الملوانين في امريكا يبقى ايه طبعا بيكلم على prejudiced اللي هو ايه? اللي هو التحييز او الانحياز تمام? او الظلم او التحامل. number six we all appreciate scientists كلنا بنقدر العلماء. which have made our lives better اللي بتخلي حياتنا ايه? افضل يبقى ايه? يبقى هنا هو بيكلم على خباكو بالمناسبة فيه بعد فيه ابوستروفي يعني عايز اسم ملكية. يبقى يكلم على حاجة خاصة بعلماء خلت حياتنا افضل. يبقى المساهمات بتاعتهم يبقى ايه? contributions. يبقى ديها تتبقى لتر لتر بي. لان معناها ايه? معناها مساهمة. تمام? number seven scientists are the major that make our lives better. العلماء يعطربهم ايه? الاساسيين اللي خلوا حياتنا افضل. طبعا عنده المساهمين اساسيين يبقى ايه? يبقى contributors. letter c. تمام? number eight scientists to the better lives we have. العلماء طبعا عايزوا لك انه خبالك العلماء دي فاعل فبالتالي يقع وراء فعل. عايزوا لك العلماء بيساهمهم في حياتنا او ايه? يخلوا حياتنا افضل يعني we have. طبعا هنا يبقى scientists ايه? scientists contribute يساهمهم لكي ايه بقى? لكي ايه? او to the better lives في حياة افضل للناس. number nine. I think the Egyptian team. اعتقد الفريق المصري. well to the quarter final. اعتقد انه هيصعد ليه? يقول لك دور التماني اللي هو هتوم للنهائي يعني. والهنة فعل ناقص. بيجو اراها مصدر الفيء يبقى ايه? بقى qualify. سيتأهل لي. number ten. I expect the of the Egyptian team to the quarter final. Quarter final قلنا عليها هتوم للنهائي او دور التمانية. يقول لك انا بتوقع تأهل مصر. يبقى ايه? يبقى the qualification of the Egyptian team. يبقى letter c. number eleven. do you think عمر is a highly candidate? هل تعتقد انه عمر highly ايه? وعزو لك هل تعتقد انه عمر مؤهل بصورة عالية بالنسبة او يعتبر مرشح مؤهل للوظيفة ديات? يبقى ايه? qualified. لان candidate يعني مرشح وqualified مؤهل. تمام. number twelve. هل باكو qualified هنا صفة? يعني ده مرشح مؤهل يعني. number twelfth. I was a prize for my last novel. خبا كد يجو من اتمام دي مجهول. بقول لك انا تم منحي بائزة عشان الايه? ايه اخر رواية بتاعت يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى اوورد التصريف تالت. تمام? number thirteen. هي جود زا ساكن the best actor. هو حاصل على اه عايزو لك جائزة افضل ممثل تاني. يبقى تبقى ايه? اوورد. تمام? دايما يا جماعة كلمة اوورد دي بتبقى جائزة في مناسبات رسمية الى حد ما. تمام? نيجي بقى كده number five. expressions and idioms. تعبيرات مصطلحة. اول حاجة. Australian open. اللي بطولة استرائيل المفتوحة. a major tournament. بطولة كبرى. an equal amount of قدر او كمية متساوية من. be honored with an award. يتم تكريم وبين حاجة جائزة. خليبا كلمة be. am is our was where. اللي هو فربيتو بي يعني. fight throw the obstacle. يتحدى العقبات. get used to. يعتاد على. grand slam tournament. بطولة grand slam. اللي هي البطولة الكبرى. زي بتاعة المصارعة كده. nuclear power. الطاقة النووية. opening game. او opening match. مباراة فتتاحية. proud of. يعني فخور بي. qualify as. دايما يجو راه وظيفة. يتأهل ك. qualify as a teacher. as a doctor. as a engineer. the Egyptian public. الجمهور المصري. the first round. الجولة الاولى. the first class order of science and arts. وسام العلوم والفنون من الدرجة الاولى. the mental side of competing. الجانب الذيني من المنافسة. لاني كمبيت ينافس وديت ليه الجراند بتاح. to be honest صدقا او الحق يقال. up until then حتى ذلك الحين. الverbal proposition جزبه. حرف جر مع الفعل. believe in. يؤمن بي. breakdown. يحطم او يتحطم. contribute to. يساهم في. look up to. يقتدي بي او ينظر باجلال الى. العمود الاعلمين. move to. ينقل الى. name after. يسمى كزا على اسم كزا. واحد يسمى على اسم جده مثلا. point out. يوضح او يشير الى. تمام. نجل حل بقى اسئلة على الاكسبرشنز والبريبوسيشنز والاديومز. اول واحد. بولي هنا. my brother was honored an award in a science competition. عايزو اللي ان اخويا. يعني تم تكريمه بجائزة في العلوم او في مسابة العلوم يباية او بمكافة مثلا. يباى honored a honored with. يكون في ابي. number two. I named my elder son. انا سميت ابني الاكبر. his uncle. عايزو لك على اسم عمه. يباى named ايه? named after. يا مصر بس احنا اخدنا named after ورا بعضها. لا ينفع تبعد تيجي في كلمة او اسم بين الاتنين. بين كلمة name وافتر عادي. number three. many young people look صلاح as their rule model. والله في شباب كتيرة بيقتدوا بصلاح كمسل اعلى وقود وليهم. اسمها ايه? look up to. تمام. يباى هنا letter C. لا اقتدي بي. number four. she is a remarkable Egyptian woman. هي طبعا ايه? زي بولك امرأة مصرية بارزة. who has broken stereotypes and prejudice. يبا هي عملت ايه? هدية قامت بالقضاء على الافكار النماطية والتحامل ضد المرأة. demonstrating. واثبتت وبرهنت that women's place in society is important. اثبتت ان المكانة بتاعت المرأة في المجتمع مهمة جدا. يبا هي عملت ايه? طبعا هنا break down. احنا قلنا break down معناها تعطل. بس لما تيجي مع stereotype وبريجدس معناها يقضي على الافكار النماطية والايه? والتحامل. number five. they have contributed completing the task. هدو لك ان هم ساهمهم في اكتمال completing the task. اكمال الايه? المهمة. احنا قلنا contribute حرف جدا معها ايه? طبعا two. يبقى contribute to يساهم فيه. تمام. نجي بعد كده ناخد clear the confusion لاحظ الفرق. اول حاجة be proud of او be proud to. وجاي بعدها بتساوي يعني take bright in. يعني يفتخر بي. be proud of something او someone. هنا بي قلنا ام وزوار وزوار. لما يقول her parents. الوالدين بتوحها. are very proud of her. فخورين جدا بي. شايفين are اللي كاد be. وبنحول بي الى ام وزوار. be proud to. هي جمعها مصدر. do something. i am proud to receive this award. يبقى انا فخور شايفين قال to receive. انا فخور انا تسلمت هذي الجائز او المنح. take او have bright in. يفتخر بي. she takes او she has bright in her. respectable family. طبعا هي ايه بتفتخر بسرطها المحترمة. تمام? الفرية بين كلمة reward. award. award. reward دي مكافأة. يكافئ شخص. تمام? لما يقول لك ايه? i got a reward for coming first. انا خدت مكافأة انا جئت الاول او طلعت الاول في المدرسة مثلا. i was rewarded for coming first. تم مانح مكافأة ان انا ايه طلعت الاول. طيب وما الاورد بقى? اورد دي ممكن تكتب جنبها غالبا بصفة رسمية. يعني منحة او كائزة او شهادة تأخذ بصفة رسمية. لما يقول لك ايه? دكتور زويل got an award for his great discovery. دكتور زويل حصل على ايه? على منحة او جائزة او شهادة ايه? على الاكتشاف العظيم بتاعه. دكتور زويل was awarded. ممكن نجيبها برضو ما بالمكهور. for his great discovery. طيب اه? وورد ديت معناها عمبر او جناح او حجرة كبيرة في مستشفى مثلا. there is a award on the first floor for patients with heart problems. بلك في ايه بقى? في طبعا عمبر كبير جدا في الدروح الاول للمرضى لو معدهم مشاكل في القلب. طيب medicine and medical. medicine لو الطب اسمه غير معدود. دكتور عبدالله. study medicine at astute university. دكتور عبدالله بيدرس الطب في جامعة ايه? جامعة اسيون. طيب medicine ممكن يعانى دواء. هنا اسم معدود بقى. the medicines I take have dangerous side effects. ده اللي انا خدته كان ليه اثار جانبية خطيرة. طب medical هنا اجل تفصفه بتصف الاسم وتعته قبله زي ما قولنا. طبي. you like doctors and the nurses. انت كترة الممرضات. belong to بينتمو الى the medical profession مهنة الطب. تمام او المهنة الطبية. ده بكلمة competition وكلمة tournament. اولا خلاص الكلام ده كله. competition دي مسابقة تنفع في احداث رياضية او غير رياضية. تمام? طيب او ما اللي بقى ايه tournament? لا دي بطولة او زي ما قوله منافسة في ايه? في الرياضة فقط. بطولة ايه في الرياضة. تمام? لم يقول لك هنا. I won a prize in a short story competition. مسابقة قصة قصيرة. there was three years competition between الاهلي and the last year. كان في مسابقة شديدة او تنافس شديد بين الاهلي والزمالك الاسبوع اللي فات. تمام? او ما tournament ازاي ما قلت لكم? دي بطولة مجمعة بتقى في الرياضة فقط. في الرياضة فقط. زي ايه? لما قول بطولة الكبرى is one of the major tennis tournaments. احد البطولات الايه? بتاع تلاب التنس. البطولات لاسهل للتنس يعني. تمام? يبقى هنا اه competition اه منافسة تنفع في الرياضة وغير الرياضة. لكن tournament في الرياضة فقط. وديت معناها بطولة في الرياضة فقط. طيب physicist وphysician. شوفوا النقط physician. physicist ده فيزياء او خبري في الفيزياء. لما قول انشتاين was a great physicist. ولكن انشتاين ده كان ايه? كان خبير عظيم في الفيزياء. طيب physician. لو دكتور معالج او طبيب. سامة was ill and we had to call the physician. تمام? سامة كانت مريضة احنا كنا مطلعين نتصل به الطبيب المعالج. تمام? نحل بقى كم سؤال على clear the confusion. number one. I took part in the inter-school literature. inter-school literature ايه? خيب لكم بقى. انا دخلت الوقت ده بقولهم المسابقة بتاعته للمدرسة الداخلية. يبقى champion ولا tournament ولا competition ولا b and c. طب احنا قلنا competition تنفع للرياضة وغير الرياضة. تمام? يبقى competition. number two. I took part in. the inter-school sports. بيركز في حاجة واحد بقى. sports رياضة رياضة تنفع tournament. احنا قلنا ان competition برضو تنفع للرياضة. يبقى تبقى بيو سي. تمام? يبقى بطولة رياضية تنفع competition tournament. او منافسة. number three. my father is not my brother. عايزوا لي ان بابا يعني فخور بمين باخويا. يبقى هنا قبل بي. حلو انها اسمها ايه? هولو بي براود اوف. تمام? يبقى هنا لتر دي. يبقى هنا از براود اوف فخور بي. number four. my father not my brother. عايزوا لي ان هنا بابا بيفتخر باخويا. يبقى ايه? يبقى تيكس برايد ان. تمام? تيكس برايد ان يعني ايه يفتخر بي. number five. I am proud be a member. جاب لي هنا فعل مصدر. يبقى براود اوف ولا براود تو. لا براود تو. تمام? يبقى I am براود تو بي a member of the national team. انا فخورنا انا عضو في الفريق القوم. number six. a teacher's real. ريل يعني حقيق ايه اللي خاصة بالمدرس حقيقة يعني? is when his or her students reach their goal. لما طلاب بتحهم يوصلوا لأهدفهم بيدي ايه? دي طبعا المكافأة او الجائزة الحقيقية للمدرس يبقى ايه? يبقى لترضي. reward. المكافأة الحقيقية للمعلم هو ان يشوف الطلاب بيوصلوا لهدف. number seven. a teacher is really. المدرس فعل لم. هو ان his or his students reach their goals. فعلا المدرس بيقافأ لما طلابه يوصلهم لأهدفهم يبقى ايه? يبقى rewarded. انا جبت هنا از عشان انا جبت اصرف ثالث يبقى تتنب المجهول. number eight. محفوظ was the nobel prize. واتسلم الجائزة نوبل سنة تمانية وتمانيين بس بصفة رسمية. يبقى ايه? يبقى was awarded. تمام? letter b. قلنا award غالبا بايه? بياخد الجائزة بصفة رسمية. number nine. I won a or an for coming first in a sports competition. انا فوزت بايه? عشان طلعت الاول في المسابقة الرياضية. طبعا فوزت بالجائزة يبقى ايه? يبقى one award. يبقى letter a. احنا كده وصلنا لآخر حلقاتنا النهاردة. اذا اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة. وتفعلك الجرس عشان توصلك للفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم بصير رحمة العبد من قناة دول السعنة من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.